انشأت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات بسم الله الرحمن الرحيم مر عليكم في حياتكم مصطلح الحقد والحاقد والحقود أكيد تقول فلان والله حقود فلانة حقودية طيب إيش تفسير هذا المصطلح نحن دائما نقول الشخص الحقود هو الشخص الذي لا ينسى لك أخطائك هذا جزء من المؤشرات أن الرجل الحقود معناته شخص في الفعل إذا أخطات لا يمكن ينسى الخطاء ويذكرك به مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولو كنت اعتذرت وأنهيت الصفحة وطويتها أصلا لكن لا يزال يذكرك به يتحول هذا الحقد حيانا عند بعض الناس إلى عداء وشحناء وبغض ومحاولة أذية أذية ظاهرة يعني بشكل واضح إما بالكلام أو بالأفعال أو بالسباب أو بالشتام أو أذية غير ظاهرة من محاولة إسقاطك في أعين الآخرين تقزيم نجاحاتك عدم الفرح بأي نجاح يمكن أن تسجله ردات فعل دائما تشعر فيه تقول ترى هذا يا أخي حاقد أو هذه حاقدة هؤلاء الحاقدين موجودين موجودين التصرف مع الحاقد يعني فعلا أو العيش مع الحاقد عيش مؤلم مقلق أنك تشعر شخص يحقد عليك لا ينسى خطأك ويضخم أصلا وفي نفس الوقت يتمنى سقوطك بل يدفعك للسقوط ويحاول يشوي سمعتك ويستعديك ويؤذيك في بعض التصرفات كيف تعامل مع الشخص الحاقد الحاقد أو الحقود أو مواقف الحقد هذه تحتاج إلى فنيات للتعامل حتى أخرج من منطقة الألم لأنه إن استمريت في التعامل مع شخص حاقد قد أدخل في منطقة ألم نحتاج إلى خطوات عملية جميلة وخفيفة ولطيفة تساعدنا على التعامل الإيجابي في مواقف الحقد في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيث ما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات حياكم الله أن يعيش الإنسان مع بيئة فيها من يحقد عليه من ينتظر أن يسقط من لا يغفر خطأه وزلته أعتقد أن هذا شيء مؤلم جدا و للأسف الحالات كثيرة يعني غفران أخطاء الناس عند كثير من الناس أصبحت قضية صعبة وأحيانا يكون الخطأ متباعد وتم من السيانه لكن يظل خطأ عن بعض الناس كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف؟ بعض الخطوات العملية السريعة أول خطوة أنني أحاول أن أعرف مصدر الحقد أحيانا مصدر الحقد قد يكون بسبب أنه يتحدث عن نفسي كثيرا ربما أتحدث عن إنجازاتي فأنا ولت حالة من حقد عند الشخص الذي أمامي بتصرفاتي فهنا أعرف السبب فأغلق باب الحديث الكثير عن نفسي حتى لا أجعل الناس يحقدون عليه مثلا أو قد يكون صدر مني تصرف أنا لم أعرفه وهذا يدفعني أحيانا للخطوة الثانية في التعامل مع مواقف الحقد لو اكتشفت أنا أني أنا استسبب و مصدر حقد الآخرين علي أقدم الاعتذار و أقدم أي طريقة معينة إلى إغلاق هذا الأمر إذا أنا سبب إثارتك و حقدك علي قد يكون الحقد لأنك سمعت أنني تكلمت عليك و أنا فعلا تكلمت عليك فأنا سبب من المشكلة وبالتالي يجب أن أكون جزء من الحل لأنني يكون جزء من المشكلة الخطوة الثالثة إذا اكتشف الإنسان أن الشخص الذي أمامه بشخص حقود بطبيعته حقود لا ينسى فجيدا يكون بيني بينك مسافة آمنة تقليل العلاقات قدر استطاعة تقليل الاحتكاء قدر استطاعة تقليل التعاملات قدر استطاعة لأنني أعرف أن هذا الإنسان أنا قد أخطي لأني بشر لكنه لن يغفر ذلك الخطأ فيحتاج القضية لنوع من المسافة الآمنة أحيانا الخطوة الرابعة لا تقلق كثيرا تجاهل هذه المواقف يعني لا تضع هذا الإنسان في نصب عينك وهو الآن حاقد وبالتالي يبدأ يخطط لي وسيسقطني لا تجعلهم قضيتكم الكبرى ترى كثير من الذين يحقدون ينتهي حقدهم على أنفسهم وتنتهي القضية تماما والانشغال بهم أصلا يعني هو جزء من تحقيق بعض أهدافهم فأحيانا تحتاج إلى عملية التجاهل آخر قضية حتى لا يدخل الإنسان في منطقة الصراع هو أن ينطلق في منطقة النجاح وضع أهداف وطموحات ورؤية وانشغال بنجاحات أفضل من أن يدخل في صراع حقد هذا الإنسان عليها وتصرفاته وتعاملاته والوشاية والشائعات وأبدأ أن جر لمنطقة الصراع التي توقف مسيرة النجاح اتجه ناحية النجاح ولا تتوقف كثيرا في منطقة الصراع لكن ماذا عن القاعدة القرآنية أحيانا في بعض الآيات القرآنية التي تعطينا رسالة جميلة وتعيد ترتيب أولوياتنا في الحياة نسمع آية ونعلق عليها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة وأن تؤرستموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كان أحد شروط دخول الجنة نزع الغل من القلوب كأنها رسالة اليوم مبطنة لمن يحقد أو لمن وقع عليه الحقد تريدون الجنة والدخول إلى جنة الله ادخلوا جنة الدنيا وانطلقوا بعدها إلى جنة الله وجوزء من جنة الدنيا أن يكون الإنسان صاحب قلب مخموم سليم لا يحقد ولا يحسد لا يعرف بغضاء ولا شحناء شخص ينام في ليله وليس في ذهنه أحد من الناس فعلا نحتاج إلى أن نتأمل هذا القلب الصافي من الغل والحقد القلوب السليمة التي ستقدم على الله عز وجل وبإذن الله تعالى تكون من أهل الجنة نراكم على خير إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات وأردت تقريب المسافات فالحكمة تلزم حيث ما وجدت في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيث ما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات ترجمة نانسي قنقر